قلت وزارة الخارجية الامريكية انها تناقش مع مجموعة مراقبة الهدنة في السودان التي تم تشكيلها في السعودية اندهاكات اتفاق وقف اطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر سحفي انه يتم التواصل مع طرفين نزاع في السودان مشيرا الى ان الولايات المتحدة لديها وسائل للضغط على طرفين الصراع في حال حدوث خروقات وكان وزارة الخارجية الامريكية انتنيك بلينكن هدد بفرض عقوبات على الاطراف التي لا تلتزم باتفاق جدا